تحدث رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون السبت في لقائه الدوري الأولى خلال عهدته الثانية مع الصحافة حول العديد من القضايا التي تخص الشأن الداخلي وكذا قضايا إقليمية ودولية والعلاقات مع عدة دول في الشأن المحلي الإعلان عن الحكومة سيكون قبل نهاية السنة بأحسن الكفاءات الوطنية أمرت بإجراء تحريات في التناقضات التي عرفها إعلان نتائج الرئاسيات من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لأن ذلك أصبح من اهتمام الرأي العام نتائج التحريات في نتائج الانتخابات التي قدمتها السلطة المستقلة ستعلن للرأي العام نحن مقبلون على انتخابات محلية معروفة بأنها معقدة من حيث عدد المترشحين وينبغي أن تكون آليات عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قادرة تقنيا على الإحاطة بها الحوار الوطني سيكون ما بين نهاية 2025 و2026 الحوار الوطني ينبغي أن يسبقه تحذير كبير خاصة من حيث القوانين طلبت من الأحزاب السياسية منحي أسماء لسجناء رأي في الجزائر لا أحد منهم قدم اسما واحدا لا أنفي ولا أؤكد إمكانية إجراء انتخابات محلية مسبقة المؤكد أننا سنقوم بمراجعة قانون الأحزاب مع الأحزاب السياسية نفسها إنشاء تنظيمات جمعوية تنتمي إلى المجتمع المدني لكنها ملحقة سياسيا في نفس الوقت بالأحزاب السياسية يعتبر انحراف من حيث القانون حققنا اكتفاء من القمح السلبي بنسبة 80% وهذا يعني أننا قادرون على تحقيق نسبة 100% التهريب ينبغي أن يتوقف لأن الجزائر بصدد إنشاء مناطق حرة مع دول الجوار الشقيقة حاليا لا نفكر في الاندمام إلى منظمة البريكس واهتمامنا منصب على اندمامنا لبنك البريكس الذي لا يقل أهمية عن البنك الدولي في الشأن الدولي والعلاقات مع الدولي القانون الدولي لم يعد موجودا وحل محله قانون الأدغال القوي يأكل الدعيف لأنفهم لماذا مثلا الجمعية العامة في الأمم المتحدة أقل سلطة من مجلس الأمن سنقدم ترشحنا لعدوية مجلس الأمن إذا تم تعديل منظومة الأمم المتحدة سيتم محاكمة المغاربة علنا ممن تم إلقاء القبض عليهم في إطار تحريات أمنية قادتنا لفرد التأشيرة نحن نعلم بأن خطة الحكم الذاتي فكرة فرنسية وليست مغربية وصاحبها رئيس فرنسي رئيس الجمهورية بخصوص سؤال حول زيارته إلى فرنسا جوني غيبة إذا أرادت فرنسا الجد في العلاقات معنا فلتنزل إلى وادن النموس في شباك بشاري لتنظيفه من نفاياتها الشعب المغربي شعب شقيك مشروع أنبوب الغاز الذي يمر عبر النيجر والجزائر إلى أوروبا قادما من نيجيريا مشروع اقتصادي حقيقي وغيره مزيف علاقاتنا مع روسيا جيدة ولا تزال تستمر ولن يأتيها أي أذى من قبل الجزائر اشتركوا في القناة